بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة السلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أهل بكم أكيد كتير جدا مننا كان مركب عنده في جهاز الكمبيوتر بتاعه هاردة من نوعية HDD عشان خاطر يثبت عليه نسخة الويندوز وكمان يحط عليه الملفات بتاعته لكن طبعا كلنا عارفين ان وحدات التخزين او الهاردات من نوعية HDD وحدات ضعيفة جدا في عملية نقل البيانات وكمان في تصطيب نسخ الويندوز وكمان تصطيب البرامج بتكون ضعيفة جدا وما بتشتين جس معنا على جهاز الكمبيوتر وبتخلي جهاز الكمبيوتر بتاعنا ضعيف فطبعا الكل بدأ يلجأ ان هو بيجيب واحدات تخزين من نوعية SSD لان هي افضل بكتير جدا في نقل الملفات وكمان في تثبيته سخة الويندوز ومتوافقة مع جميع انزمة التشغيل كمان وبتدي اداء عالي جدا في تشغيل البرامج وتشغيل الى العام لكن كانت المشكلة الكبيرة لاي حد حب ينقل من هاردة HDD الهارد SSD ان هو ازاي هو مثبت مثلا الويندوز عنده على الهارد HDD والبرامج والالعاب والملفات بتاعته اللي على السي كلها ازاي ان هو يقدر ان هو ياخدها كلها على الهارد SSD بدون ما يفكر اي حاجة منها بدون ما يسطب ويندوز جديد ويسطب الالعاب من اول و جديد والبرامج من اول و جديد فالنهاردة بإذن الله جيب لك برنامج جميل جدا تقدر من خلال انك انت تنقل جميع البروتيشن بتاع السي بتاعت بالملفات بتاعته بالبرامج بالالعاب باي ملفات موجودة عليه توديها على هارد SSD او وحد التخزين بقى لان ما اسموش هارد وحد التخزين SSD توديها عليه بدون ما تفكر اي حاجة يعني مجرد بس ما بتخلص عاملة النقل بضغطة واحدة بتقدر تخلع الهارد HDD وتركب الهارد SSD اللي انت نقلت عليه البروتيشن بتاع السي او نظام التشغيل بتاع السي كله عندك سبق ويندوز تين بقى او ويندوز ايليفن او اي نظام تشغيل تقدر على تلك التركب الهارد الجديد وتقدر انك تتشتغل عليه لكنك ما عملتش اي حاجة هتلاقي البرامج لو انت كان عندك ملف على سطح المكتب هنا هتلاقي الملف الموجود هنا على سطح المكتب لو عندك لعبة كانت مستطوى هتلاقي اللعبة لو عندك برنامج هتلاقي البرنامج كل حاجة هتلاقي موجودة هي هي عملية نسخة كامل لنظام التشغيل من الـ HDD للـ SSD وبضغطة واحدة البرنامج اللي معناك بيعمل كده بس لا ده في مميزات كترة جدا يعني على سeries مسال التجيبت هارد جديد فانت عايز تأسموا تقدر من خلال البرنامج ده انك هتأسم البورتشنات زي ما انت عايز بدشنين تلاتة تأسم الهارد بتاعك زي ما انت عايز تقدر تذبق البورتشنات تقدر تحويل الهارد بتاعك او واحدة التغزين بتاعتك من MBR لجي بي تي او العكس تقدر كمان لو انت فقدت مان عندك ملفات تقدر انك هت EST ترجحها برنامج فيه مجموءة ادوات غاية في الروعة هتقدر انك انت تعمل من خلال البرنامج ده كمان باقب للملفات بتاعتك وازدغطها بحكم صغير جدا يعني عشان لو اتمسحت من عندك تقدر ترجعها بكل سهولة. فمشان اتكلم كتاعة البرنامج يلا بينا نخش على البرنامج ونشوف المميزات الجاملة اللي معاه. واهمهم طبعا نقل نظام التشجيل من هارد اتش دي دي لوحدة التخزين اس اس دي. يلا بينا. ودى الوقت كلها لك هشتقدر تحمل البرنامج هتليل نفك لك الرابط في سندول وصف هتخش على الرابط. بعد كده هتبدأ تنزل تحت شوية البرنامج بيشتغل على جميع عظيمة التشجيل زي ويندوز سيفين وايت وايت بونت وان ويندوز تن وكمان ويندوز اليفين. كل عليك هتطلط هنا على كلمة فري دا ولود عشان تبدأ تحمل البرنامج. وهتبدأ ان كنت هتشوف المكان اللي هتخزن في البرنامج وليكن مسلا على سطح المكتب. بالشكل ده هتطلط هنا على وبدأ التحميل عشان يبدأ يتحمل معاك البرنامج على طول. بعد ما بتحمل البرنامج بينزل عندك وبارة ايكونة بالشكل ده طريقت التسطيط بتاعته سهل جدا مجرد بس دو بلكليك عليه. بعد كده بتبدأ تختار اللغة اللي عايز يكون عليها واجهة البرنامج. البرنامج داعم لغات كتير جدا زي العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية وبعض اللغات التانية. انا اختار اللغة العربية انت اختار اللغة اللي اتفضلها. بعد كده تضغطين على اوكي. بعد كده بتوفي هنا على الاتفاقية وبتضغطين على التالي التالي. ويبدأ يثبت معاك البرنامج على طول. تمام كده خلاص البرنامج يستطب معنا وده وجهة البرنامج اول ما بيفتح معاك زي ما انت شايف له بسيطه على القائمة العليمين. هتلاقي البرنامج في مجموعة ادوات جميلة جدا. زي ما انت شايف زي ترحيل نزام التشجيل ودي اهم ميزة موجودة في قلب البرنامج اللي هي من تكون من خلالها انك انت هتنقل نزام التشجيل بتاعك من تاني. فنضغط على ضغطة بالشكل ده. كل اللي عليك هتلقط هنا بعد كده على كلمة البداية. وهيبدأ يجيب لك زي ما انت شايف هنا نزام التشجيل بتاعك او اللي عليه نزام التشجيل بتاعك بالشكل ده. وهيبدأ يقول لك المساحة بتاعته اهيه هنا عندي الهارد ستة وستين جيجا. او مساحة او الملفات اللي موجودة ستة وستين جيجا. وانا همركب تاني هنا بالشكل ده. عايزا على الويندوس على الهرد. هتضغطين على كلمة بداية. ولازم ان تخلي بالك ان يكون في مساحة كافية لمساحة الملفات بتاعت السي عندك. تضغطين على كلمة بداية بعد كده. هتقول له تمام هتضغطين على كلمة بداية. بيقول لي سيؤدي ترحيل النظام الى الكتابة فوق جميع الملفات الموجودة على كورس الهارف اللي هو طبعا كورس اللي هدئنا عليه. انت متأكد من الترحيل اقول له بالتأكيد. اضغط ضغط هنا. وازا ما انت شايف في سواني بسيطة بدأت عملية الترحيل وطبعا البرنامج سريع جدا فقال من سواني يوصل لحوالي عشرة في المية. طبعا هي العملية بتاخد وقتها على حسب كمية الملفات اللي موجودة عندك في قلب والبرامج والالعاب لانه هو بين كل حاجة بين النزام التشغيل بجميع الملفات اللي موجودة عليه بالبرامج بالالعاب بتاعته بكل حاجة. مجرد بس بعد ما بتخلص عملية النقل تقدر انك انت تخلع القديم وتخلي الجديد بس عندك على الجهاز بتاعك. انت بتسيب لحد ما يخلص عملية الترحيل دي. ننتظر لحد ما يخلص خالص. تمام كده زي ما انت شايف خلاص البرنامج خلص المهمة بتاعته وقال لك ترحيل نزام التشغيل بنجاح. هتضعطين على كلمة نهاية. وكده خلاص تقدر دلوقتي انك انت تستخدم اللي انت نقلت على نسخة الويندوز. او عايز تخلع على الهارد القديم. وتستخدم الجديد بنسخة الويندوز. وهتلاقي كل حاجة موجودة عندك بكل الملفات بكل البرامج بكل الالعاب على الهارد الجديد. نجي دلوقتي لتاني ادى موجودة في قلب البرنامج وهي النسخ احتياطي. زي ما انت شايف اللي دخلت عليها هتلاقي عندك تلات انواع من انواع النسخ الاحتياطي. نسخ الاحتياطي للملفات لو انت عايز تعمل نسخ نسخة احتياطية لملفات موجودة عندك على الجهاز. عندك النسخ الاحتياطي للنزام تقدر تعمل نسخة احتياطية للنزام بالكامل. عندك كمان النسخ الاهتياطي للكورس او القسم. فانت تختار نسخة الاهتياطية اللي انت عايز تعملها. وليكن مسلا لو عايز تعمل نسخة اهتياطية للملفات تختارها بالشكل ده. وتروح على المكان اللي موجود عندك في ملفات. وليكن مسلا اختار الفولدر ده خش الاول جواه. او ريك الملفات اللي فيه. فيه هنا عبارة عن اربع فيديوهات موجودة في قلب الملف ده. طبعا اخترهم كلهم او اختار الفولدر على طول. فانا اختار هنا الفولدر. فباختيار الفولدر بضغط هنا على كل. بضغط هنا على بعد كده على التالي. بعد كده زي ما انت شايف مكان التخزين. مكان التخزين ده بقى انت هتخزنه فين. وليكن مسلا انا هتخزنه في الدي. فضغط هنا على كلمة ابدأ. ضغطة بالشكل ده. دلوقتي طبعا بيعمل نسخة احتياطية. تمت نسخة احتياطية بنجاح. تمام. فهنا دلوقتي لو رحنا مسلا نعمل نسخة احتياطية في الدي لو دخلنا هنا هتلاقي انا عندك نسخة الاحتياطية للملفات هتخش جواها هتلاقي هنا نسخة الاحتياطية للملفات تاني هي دي النسخة الاحتياطية هما عبارة عن فيديوهات بس اتنسخوا نسخوا احتياطي وحجمهم الضغط طيب هوريك حاجة قوية دلوقتي ان انا هروح احزف الملفات دي خالص ان انا هو دلوقتي انا قفلت البرنامج وده الملف الاساسي اللي عندي وليكن مسلا اتحزف عندي عن طريق الخطأ او انا حزفته بالشكل ده وما بقاش موجود عندي طب انا عايز استعيده كل اللي عليها هروح افتح البرنامج مرة تانية وبعد ما افتح البرنامج بالشكل ده طبعا انا حزفت الملف الاساسي اللي كان موجود عندي لو رحت هنا على النسخة الاحتياطية وضغطت هنا على الاستعادة ضغطة بالشكل ده جالي تحليل ملف النسخة الاحتياطية هيلاقي لي الملف ده موجود هضغط هنا على الاستعادة وعلى نفس المصور هضغط هنا على كلمة استعادة بالشكل ده هضغط هنا على البرنامج تقدر من خلوه كمان انك انت بجانب انك بيتراحل النظام تقدر كمان تعمل نسخ احتاطيل الملفات او حتى اي حاجة عندك وتقدر ترجحها بكل سهولة. نيجي بعد كده على تحويل الاقراس وهنا عندك تحويل الاقراس من جي بي تي من ام بي ار لجي بي تي او من جي بي تي الى ام بي ار زي ما انت شايف زي ما انت لك الحرية. وليكن مسلا ضغطي ضغطة بالشكل ده. هيبدأ يحول لي الكرس ده من ام بي ار ام بي ار. هدغطينا على استمر. المرة دي طبعا عشان هو هيبدأ يحوله لي على طول. فالبرنامج جميل جدا ولزيز تقدر تعمل به كل حاجة انت عايزة. والجميل كمان ان هو لما بيحول لك الهرد من جي بي تي لام بي ار. انت خلاص بيفضل النظام التشجيل زي ما هو. هدغطينا على نهاية في سواني بسيطة جدا اعمل لي من الهرد من جي بي تي لام بي ار. طيب العكس بقى انا هرجعه تاني. هدغطينا على كلمة استمرار. لان هو خلاص بقى اقضى يحوله لجي بي تي مرة تانية. تمام زي ما انت شايف عملية التحويل من جي بي تي لام بي ار بتحصل بشكل سريع جدا. بعد جدا عندك قسم اقدارة التقسيم تقدر انك انت تقسم بتاعك او بتاعتك على حسب ما انت عايز. يعني مسلا تعمل مسلا حسف كل الاقسام تختار ضغطة بالشكل ده تضغطينا على كلمة نعم. وبعد كده تضغطينا على كلمة تنفيذ المهام عشان نفيذ لك المهام دي تضغطينا على نعم. وفي سواني بسيطة تمت العملية هتلاقي زي ما انت شايف الهارد عندك بقى موجود عبارة عن حتة واحدة وجايب مكتاب لك غير مخصص تقدر انك انت بقى بتاع تخصصه عن طريق انك انت بتقف عليه وضغطينا على كلمة انشاء وتبدأ انك انت تشوف عايز مسلا تقسمه بورتشانين تلاتة زي ما انت عايز ولا يكون مسلا هنا اقسمه بورتشانين فاقول له مسلا خلي بورتشانين مسلا اربعين جيجا بالشكل ده دولار اربعين جيجا او اكتبار اربعين جيجا هنا وتختار الحرف اللي انت عايزه سواء دي او اي حرف تاني نظام الملفات او فاتي اتنين وتلاتين زي ما انت عايز تضغط بس هنا على كلمة نعم ضغطة بالشكل ده عندي هنا مساحة تانية نفس الطريقة هضغط هنا على انشاء وابدأ ان انا مسلا اشوفها بيقول لها تبقى حوالي اربعة وتلاتين جيجا اقول له هنا نعم تاني كده خلاص هو اقسمه بورتشانين ممكن اخليه تلاتة اربعة زي ما انا عايز وقول له تنفيذي المهمة هضغط هنا هضغط هنا على نعم ويبدأ دلوقتي يقسم له بتاعي لبرتشانين زي ما انا قلت له ممكن اقسمه لتلاتة لاربعة طبعا البرتشانات بتبدأ تظهر هنا عندي بالشكل ده تمام العملية بتحصل بشكل سريع جدا طبعا زي ما انت شايف خلاص كده تمت العملية هضغط هنا على تمت العملية ولو رحت عندي على الكمبيوتر طبعا ده الهارد الاولاني بتاعي. وده الهارد التاني قسمته زي ما انت شايف. فازا يعرفنا كمان تقدر ازاي كده من خلال البرنامج تقسم الاقراس بتاعتك. هنا بعد كده عندك استعادة الكسم لو انت مسلا كان عندك مسلا في ملفات هنا تقدر ان انت تعمل لها مسح سريع وتقدر ان كنت ترجع جميع الملفات بتاعتها. تقدر هنا على مسح سريع. ويبدأ يحاسلك عن جميع الملفات اللي موجودة. هنا طبعا بيقول لك ما في ملفات لان فعلا ما كنتش حادث في ملفات ممكن تعمله زي ما انت شايف فحص عميك. طبعا ده بياخد بعض الوقت على حسب كمية الملفات اللي كان موجودة فيه. وطبعا بيبدأ يرجع لك الملفات كلها اللي كانت موجودة فيه. هضغط هنا على كيف خلاص انا مش محتاجه. هضغط هنا على عودة. هنا عندك تحميل وتركية جميلة جدا. لو انت مسلا شغال على عشرة تقدر انك انت بقول لك انك انت تقدر تركي لوندوس حداشر. تضغط هنا على الكشف والتركية لاني بقول لك وندوس حداشر هينتهي الدعم عنه في كتوبر الفين خمسة وعشرين هتقول له الكشف والتركية. النزام الحالي هو بالفعل وندوس حداشر. طبعا انت لو انت وندوس عشرة يقدر انك هو يركي لك من وندوس عشرة لوندوس حداشر. لكن انا خلاص بالفعل وندوس حداشر. هنا عندك كمان تحميل لو انت عايز تحمل وندوس حداشر او وندوس عشرة فكل عايق بس انك انت بتختار نزام التشغيل. وبتبدأ انك انت تختار اللغة اللي انت عايزها عليه. وهنا طبعا بتقدر تختار كمان المكان اللي هتخزنه فيه. وتضغط هنا على كلمة البداية ويبدأ يتحمل معك على طول. نفس الفكرة برضو بالنسبة لو انت عايز تحمله تقدر انك انت تحمله على طول. وبيبدأ ان هو طبعا يحمله لك ويزبط لك النسخة كاملة عندك كل سهولة. عندك هنا في صندوق الادوات مجموعة ادوات جميلة جدا زي اصلاح الاقصام لو في مسلا قسمة عندك تالف ما بيرضاش في مشكلة ولا حاجة تقدر انك انت تصلحه عندك اصلاح التمهيد لو الجهاز بتاعك او بتاعك ما بيفتحش يصلح لجميع المشاكل اللي فيه. عندك هنا محول بيانات ودي جميلة جدا لو انت عايزت مسلا انك انت الهارد ده انا مش عايزه هبيعه فضغط هنا على استمر فيعمل لي فورمات ومسح للهارد ده. لا يمكن اي حد بعد كده يمسك الهارد يقدر يرجع منه ملفات. ده بالنسبة لمسح البيانات. عندك هنا كمان استعادة البيانات تقدر انك انت من خلال انك انت استعادة البيانات بتاعتك. وعندك هنا دي عبارة عن انشاء برنامج خاص بانك انت زي نسخة كده سريعة تقدر من خلال انك انت تحل جميع المشاكل اللي عندك. نسخة حجمها صغير جدا. فالبرنامج في المجمل زي ما تشاهد برنامج جميل جدا وفي مجموعة قلوات غاية في الروعة لادارة الجهاز عندك بالكامل سواء البرتشنات او الهارد وتقسيمها وتحويل الاقراس وكمان استعادة الملفات والتراكية وكل حاجة. وطبعا لو انت اشتغلت عن نسخة مجانية للبرنامج فانت هتحصل على بعض الادوات وبعض الادوات مش هكون شغالة عندك. لكن لو قدرت انك كنت تتركل النسخة المدفوعة زي ما انت شايف عندك مجموعة خطة جميلة جدا تقدر انك كنت تحصل على النسخة المدفوعة وتشتغل عندك بجميع المميزات بتاعتها سواء لو خطة لمدة شهر او حتى خطة مدة سنة او خطة لمدة مدى الحياة. ففي المجموعة البرنامج جميل جدا زي ما قلت لك بعض الادوات التي تشتغل معك مجانة وبعض الادوات التي تحتاج انك انت تعمل تركية للنسخة المدفوعة. وكده احنا تعرفنا على البرنامج الجميل اللي معنا النهاردة وقدرنا من خلال ان احنا نعمل ترحيل او نقل لنظام التشجيل من هاردي اتش دي دي لواحد التخزين اس اس دي. وكمان اتعرفنا على المميزات الجميلة اللي كانت موجودة معنا في قلب البرنامج. يا رب يكون هلأ اعجبتكم يكون البرنامج اعجبكم وياريت نصلك في الشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.